القضايا اللي في الساحة واهم ما يخص النادي الاهلي حيكون موجود ان شاء الله مع احمد اسامة ومحمد فارس لكن الحقيقة انا قلت خصص المقدمة او البداية لكتير من الحكاوي اللي شغالة دلوقتي في النادي الاهلي او على النادي الاهلي النادي الاهلي حكاويه واضحة وموضوعاته واضحة لكن واضح ان البعض حابب اوي اوي موسم الاشاعات ويبدو ان شهر ديسمبر كده مع بدايته واواخر نوفمبر في بعض الناس شوية ناس حابين يلعبوا في السوابت في السوابت بتاعت النادي الاهلي امر ما حده حيقدر يقرب من سوابت الاهلي مستحيل ده امر منتهي على مر العصور عشان كده اخترنا النهاردة في الافانتتر بتاعنا صالح سليم اللي امتداده حسن حمدي اللي امتداده محمود الخطيب وكلهم بشخصيته الخطيب بنجميته استوريته بنجاحاته حسن حمدي بحاجاته الكتيرة جدا اللي عملها وا 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 هتفضل السوابت بتاعت النادي الاهلي لا تتغير والنادي الاهلي عنده قصص وعنده مبادئ وعنده حكاوي وعنده موضوعاته يعني حضرتك مثلا لما تيجي وما حد استوقف عند ده كتير بتشوف الميزانية بتاعت النادي الاهلي والشرح الوافي الكافي الشافي لكل شيء وترفع رأسك فوق انك اهلاوي في نفس الوقت مع كل الاحترام كل واحد لظروفه شوف ميزانيات عندها اخرى وتشوف العجز والمشاكل والازمات ما حدش يقول بربه اهلي لا يقولك فيه خناءة بين فلان وفلان وفيه خناءة بين علان وعلان ما تجيش على ميزانية تجاوزة السبع مليار ما تجيش على نادي بقى عنده من الفروع تجمع خامس احداثها ومدينة نصر والشيخ زايد والنادي الاهلي في الجزيرة المقر الرئيسي والافكار الان فيه فروع جديدة وفيه منافذ جديدة للنادي الاهلي تيجي تتكلم على اكاديميات النادي الاهلي لما تيجي تتكلم على مدارس النادي الاهلي لما تيجي تتكلم على حاجات كتيرة جدا في النادي الاهلي للأسف الشديد الناس تفوت كل الحاجات العظمة دي نادي لا يأخذ مليما من الدولة وإن اخترض فيسدد في نفس العام لأنه عارف ما له وما عليه نادي كل مستحقات لعبيه في كل اللعبات بسم الله ما شاء الله قبل أول الشهر بتكون موجودة مدربين لعبين لعبات إداريين إداريات كل حاجة نادي جمهوره في ظهره وهو في ظهره جمهوره طول الوقت لكن كله بيسيب ده كله مع تعادل مباراة أو تعادل مبارتين أو خسارة بطولة لا قدر الله فجأة لا الدنيا قامت ما عادتش عشان كده أنا قررت أخصص المقدمة النهاردة لما يثار حول الأهلي من إشاعات والردود الحاسمة والقوية والصحيحة لكل ما يثار حول النادي الأهلي وبفكرك الجزء الثاني من الحلقة هيكون مع محمد فارس وأحمد أسامة وكلام كتير وعضايا كتير وموضعات كتيرة بتهم كل الأهلوية